كان يبحث عن ابنه المختطف منذ أكثر من عام فاغتالته خفافيش الظلام في مشهد بات لا يفارق العراقيين فشبح الاغتيالات يعود مجددا ليسكت صوتا طالما قضى مضاجع القتلى والد الناشط علي شاسب الذي دأب على تعبئة الرأي العام للضغط من أجل معرفة مصير ابنه المختطف لكن بلا جدوى ما حدث لوالد المحامي علي جاسب هو يجسد واقع الحال في العراق هو السلاح المنفلت الذي بات يهدد الشارع والشعب العراقي وهو يؤكد ما أشار إليه المتظاهرون والناشطون من ضرورة إبعاد هذا السلاح ويجب أن يكون هناك سطوة للحكومة بسحب هذا السلاح وجود هذا السلاح لا يستقيم مع الدولة طوال فترة اختطاف الابن لم يسكت الأب عن المطالبة بمعرفة مصير ابنه وأصبح الرجل مألوفا في كل التجمعات الاحتجاجية في العراق وهو يحمل صورة ابنه مؤكدا أن السبيل الوحيد للتغيير هو الاستمرار بالضغط الشعبي في التظاهرات والانتخابات فتعاطف الرأي العام العراقي مع قضيته وطالب بإطلاق سراح ابنه أو كشف معلومات عن مصيره عجزة القوانين الجزائية والقوانين الوضعية وحتى الدستور عن حماية المواطن العراقي نحتاج إلى قانون جديد يكون حامي للمواطن العراقي في ظل وجود السلاح المنفلت الذي أصبح يستهدف سين وصاد لا يميز بين أي طائفة بالتالي هذا السلاح المنفلت يحتاج إلى أن تكون يد الحكومة يد قوية رادعة لهذا السلاح تكرار عمليات اختطاف واغتيال الناشطين وعوائلهم أثارت موجة غضب شعبية حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بالحادثة التي اعتبرت رسالة إلى كل من يطالب بإطلاق سراح المعتقلين والناشطين المختطفين وسط مطالبات بضرورة الإسراع بتشريع قانون لحماية المواطن العراقي إهمال الحكومة لهذا الملف الخطير يعطي فرصة للجماعات المسلحة للاستمرار بعمليات الاغتيال بحسب ناشطين في راس الدوليمي قناة الفلوجة بغداد